حقق فريق الأهل لكرة القدم فوزا كبيرا على النصر بربعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدور العام ورفع الأهل رصيده إلى 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الإسماعيل متصدر المسابقة فيما تبقى للأهل مباراة مؤجلة وفي المقابل تجمد رئيس رصيد النصر على النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز السادس عشر